اعتقد ان ما حدث كان صدمة بالنسبة لنا جميعا واجهنا فريقا قويا ومنظما في كل شيء ولكن علينا القول اننا لم نلعب او نظهر بالشكل المطلوب بعد في مثل هذا النوع من المباريات يجب ان تعطي خصمك الاحترام اللائق وربما تعرضنا للهزيمة لاننا لم نفعل ذلك هذه النسخة من كأس العالم ستثبت لنا ان الاسماء الموجودة على ارض الملعب والاندية التي يلعبون بها ربما لن تكون كافية للفوز بكل المباريات لانني دائما ما اقول انه لم يعد هناك فريق قوي وفريق ضعيف كل اللاعبين الان اصبحت لديهم عقلية الفوز وكلهم محترفين في اكبر الاندية حتى وان لم يلعبوا في الدوريات الكبرى المنتخب السعودي به العديد من النجوم ولم يفقدوا الامل حتى بعد احرازنا للهدف الاول فقد ظلوا يحاولون حتى نجحوا في قلب النتيجة لصالحهم اعتقد اننا لدينا الوقت الكافي للتغلب على هزيمة اليوم وبدءا من المباراة القادمة سنتعامل مع كل المعطيات اريد ان اهنئهم على الفوز واتمنى لهم التوفيق في مبارياتهم القادمة في المونديان اشتركوا في القناة